بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أحبيكم بهذه الجلسة الخاصة للمجلسة وزراء بعد أسبوع من النشاط للسالة الوزراء بعد أسبوع من أكثر من ذكرى احتفلنا بيها احتفلنا يوم أمس بذكرى الفتوى التي أعطى الدعم للعراقيين لانقضاض على أخطر واحش مار في تاريخ البشرية هما داعش اليوم نحتفل بذكرى وعيد الصحفين هني أخواننا زملائنا ابنانا الصحفين والهني نقابة الصحفين وكل الصحفين في عراق اليوم تحتفل بالذكرى المية واثين وخمسين سنة على تأسيسه وكذلك احتفلنا بذكرى تأسيس الحج الشعبي هذه القوة الفتية التي حاربت الارهاب مع أخوانهم في القوات المسلحة والجلسة الأمنية وكذلك قمنا بجولة مهمة جدا في مدينة الناصرية افتتحنا مشاريع متلكة كانت المطلوب أن تبدأ بالعمل منذ أكثر من عشر سنوات لكن سوء الإدارة الفساد حرم أهلنا في الناصرية من كثير مشاريع ذهبنا الناصرية افتتحنا المستشفى محطة الكهرباء ومشاريع أخرى وكذلك الجسل الكونكريتي التي كانت عطل منذ سنين طويلة خلال شهرين ثلاثة أقل من ثلاثة شهر تم انجازة لتوفير خدمة وكذلك عندنا مشاريع أخرى في محافظة الناصرية ذيقار العزيزة وفي محافظات العراق سنقوم بافتتاحها قريبا احنا قدناها الحكومة حكومة تفعال وليس حكومة كلام هذه الحكومة تمر بظروف وتحديات وعندنا المواطنين بتوفير كل الظروف الصحيحة لها وطلقت من سنة المزاري كلهم قريبين من الناس وتوفير خدمات له على ضوء المصالح السياسية هناك شكاوك كثيرة قعد توصل لي عن بعض المواطنين ان في بعض الوزارات يتم استغداء الوزارات بتوفير بعض الخدمات على حساب الانتخابات هذه الحكومة ليس حكومة سياسية بالمعنى انه رئيس الوزراء أو السادة الوزراء ينتمون لأحزاب حتى يوفرون خدمات منها المنطلق وحذرة تاني كل وزراء المرشحين بالانتخابات ان لا يستخدموا وزاراتهم لأغراض انتخابية قوة الفقراء غير قابل للنقاش احنا في الموازنة حطينا رقم كبير لعانة شريحة الفقراء من غير معقول او من غير مقبول ان شريحة الفقراء تتحول الى مادة دسمة للانتخابات قرامة الناس مهمة قرامة العلاقية مهمة يجب ان نستمر بعملنا في خدمة المواطنين نحتاج نعمل بكل جدية عندنا ثلاثة شهر ونص قريب نوصل الانتخابات نحتاج نوفر كل ظروف الصحيحة للمواطن حتى يثق باهمية النظام السياسي وباهمية انتخابات وهمية انتخابات توفر ظروف حياة افضل اشكركم جزيلا شكورة